اتهم المدعون العامون في 12 ولاية أمريكية موقعي فيسبوك وتويرر بعدم بذل جهود كبيرة لمنع مستخدمية المنصتين من نشر معلومات كاذبة تشير إلى أن لقاحات كورونا غير آمنة في رسالة إلى الرئيسين التنفيذيين لفيسبوك وتويرر قال المدعون العامون أن منهضية التطعيمات الذين يفتقرون إلى الخبرة الطبية وغالبا ما يكون الدافع وراءهم مكاسب مالية قد استخدموا منصات التواصل الاجتماعي للتقليل من خطر الفيروس والمبالغة في مخاطر التطعيم هذه الرسالة دعت الشركتين إلى تطبيق الإرشادات الخاصة بهما عن طريق إزالة المعلومات الخاطئة عن اللقاح أو الإبلاغ عنها وقالت الرسالة أن منهضية التطعيم يسيطرون على 65% من المحتوى العام المضاد للقاحات على فيسبوك وإستجرام وتويرر ولديهم أكثر من 59 مليون متابع على كل تلك المنصات وكذلك بالإضافة إلى طبعا محرك البحث الشهير جوجل وأيضا موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب شدد المدعون العامون على أن اعتماد منهضية التطعيمات على تلك المنصات يشكل تهديد مباشر لصحة وسلامة الملايين من الأمريكيين وسيؤخر الطريق إلى التعافي من الأزمة شركة فيسبوك سارعت إلى الرد على هذه الاتهامات وأكدت أنها قامت بالفعل بإزالة ملايين المنشورات التي تحتوي على معلومات خاطئة عن اللقاحات وأنها تحاول توجيه المستخدمين بانتظام إلى معلومات موثوقة من السلطات الصحية نفسها كما قال موقع تويرر إنه أزال أكثر من 22 ألف تغريدة بخصوص فيروس كورونا ويعطي الأولوية لحثف المحتوى الذي قد يسبب ضررا حقيقيا من المقرر أيد لمسؤول ألفابات الشركة الأم لجوجل بشهادتهم أمام لجنتين فرعيتين في مجلس النواب بشأن مكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت